اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كان فيها خلل اللي كان ممكن يكلف من ألف لألفين شكل تصليحه قصدق تصليحه تصليحه من ألف لألفين شكل وبعدين اللي صار انه هاي المختصة وقعت وقعت وشنس زي ما قلنا في الماضي اللي ما قتلتشي ولاد كان ممكن تقتل عشرين ولاد ايه او حتى اكثر يعني اخا نيس لبا فامونك انه تصليحه هاي ما بين الألف لألفين شكل في البداية في البداية حاليا بعد ما وقعت وهنا شعث انه ايه لا مجال لا تصليحه وحسب رأيك هنفحصت قدش ممكن تكاليف تصليحه اليوم ممكن اه مية في المية انا اتصلت مع شركي اللي بقولولها ما قيل لي انا انيس يعني اه 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 دبرت التلفون او تبع المكتب تبع ما قيل لي واتصلنا محن وطلبت منهن انه يصلوا قديش اسرع للقاع الرياضي لهون في وجود المدير نايف والمدير صالح واجه يعني واجه عبد الله اللي هو من قبل قابي افير مسؤول عن المفقعين نعم وللأسف اجه لهون كالعادي انا كيف دايما بأقول دايما بيكتبوا في الوراق دايما بيسجلوا في الوراق واللي شايفوا هاي المنطقة اللي هي او القاع الرياضي هاي اللي هي اهم شيء يعني ممكن يكون فاس في اول اشي لانه فيه عدد كبير من الناس من الولاد وهي الولاد بتجر اهالي هاي الولاد ما بيجيوا تلعب هنا كيف بدها وبتسوي شو بدها وهنا هاي الولاد عندنا هنا احنا درجات في الكرة السلة في كرة الطائرة وإلى آخره وهاي الفعاليات الكثير مهمة بيجي وراها اهالي وبيجي عندنا غربية بيجي من برا نعم ولأسف الشديد لحد اسه ولا واحد من المسئولين ومن اللي اتكل عليهم جابي اوفير مش مهم من كان هو عبد الله سقير ولا اي انسان ثاني ما اه ما اطي منتبه للي هاي المشكلة قديش الشركة اعلنتك انه تكاليفها اليوم بعد ما وقع هاد الحاجز اليوم اعلنت الشركة مع شركة مقاليم مهندسين اثنين اللي وسط لهون نعم واعلنوا انه هاي بتكلف اليوم اه خمسة واربين ألف شكل ألف شكل محبش يتقعوا خمسة واربين ألف شكل في البداية كان الخراب اقل من هيك بكثير بكثير اقل من هيك ودايما اتوجهت للمسئولين ولكل مسئول يعني منقدر نقول اخ انيس انه انتي اعلمت عن هاي الشغلة اعلمت عن الخسارة اللي كانت في الاول اعلمت عن المبلغ اللي ممكن يتصلح اعلمت عن المبلغ اللي بعد هذا ولكن كل هاي الاعلانات وكل هاي التعليمات اللي انتي قدمت للمسئولين ما حدا سمع ما حدا سمع وللأسف هذا اشي مؤسف بان انا اللي شايف كل اللي حوالي جابي افير انا حسب رأي ناس ناس اللي بس عمت ضبع وقت ولا بهمة لا اولا اولاد ولا بهمة اي درجة قطرية او اي اشي في هاي القاع رياضي ما بهم من اشي طيب لا زائري موقع رلطان الكرمي ولا اللي كل اللي بيشوفونا من اهل بلدنا الكرام زي ما تشايفين حاجز ما بقدر اقدر قديش وزنه ولكن الحمد لله اللي الله سطر وهذا الحاجز ما وقع واجه على راس بني آدم لانه لا سمح الله ما فيش انسان بيقوم من مشكلة من هالشكل فياريت هالمسؤولين في ما يسمى البلدية والحمد لله لانتهى هذا الحلم انه يراجعونا ويشوفوا شو عم بيصير هون لا يمكن انه هذا الحال يستمر في القاعة الرياضية اللي كل جمعة بيستعمله هون القاعة ما يقارب ثلاثمائة اربعمائة بني آدم عدا عن الزائرين الكرام فمنوجه كلامنا ومنوجه نداءنا وطلبنا منوجهم نطلب منطلب من المسؤولين في البلدية يجاوبوا مع الاخ انيس خلينا نحل هاي المشكلة لانه لا يجوز قاعة الرياضية بهذا الشكل وبهذا الحجم انها تكون بهذا المستوى شكرا للك اخي انيس وان شاء الله انه كلامك يوصل للمسؤولين شكرا للمسؤولين شكرا للمسؤولين ترجمة نانسي قنقر